قام سيد الفريق سعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عملين وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالوليدة حيث استقبله اللواء علي سيدان قائده الناحية العسكرية الأولى أين كان لسيد الفريق لقاء مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الأولى حيث ألقى خلالها كلمات وجهية بثات إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرء عن بعد ودأكد في مستهلها أن لكل جيل معركته وأن معركة شباب الجيش الوطني الشعبي ومن خلالهم شباب الجزائر قاطبة هي مواصلة المسيرة والحفاظ على استقلال الوطن وسيادته وهي معركة وعي بامتياز وهي أخطر المعارك على الإطلاق لأنها تتعلق بمستويات غير مدية كالفكر والقيم إنني على قناع تام بأن لكل جيل معركته فإذا كانت معركة أجدادكم وأبائكم هي تحرير الأرض من براث الاستعمار وإذا كانت معركة زملائكم وإخوانكم هي التصدي لأفات الإرهاب الهمجي فإن معركتكم أنتم شباب الجيش الوطني الشعبي ومن خلالكم شباب الجزائر قاطبة هي مواصلة المسيرة والحفاظ على استقلال الوطن وسياداته وهي معركة وعي بامتياز لكوننا نعيش في زمن تسارعت فيه الأحداث واختلطت فيه المفاهيم وذابت فيه القيم والمبادئ فأصبحت الخيانة وجه ناظر وخذلان الصديق في وقت الضيق نباهة والاستقواء بالعدو على الآخ والشقيق سياسة حكيمة كما أزدى سيد الفريق سعيد شنغريحا جملة من التوجيهات وتوصيات التي تندرج في مجملها في إطار رفع درجة اليقظة وكذلك تأمين مختلف المرافق العمومية بما يسمح للمواطنين بأداء فريضة يصيان في جو من السكينة والأمن والإطمئنان وعليه فإنه حري بكم أيها الشباب أن تفهموا تحديات هذه المعركة الصعبة لكن غير مستحيلة وتفهموا خباياها وتستعدوا لها جيداً عبر التسلح بالوعي الدائم والعلم النافع والعمل المخلص وكذا من خلال العمل ليلاً ونهاراً على حشد كل الإمكانيات المتوفرة ورص الصفوف من أجل كسب هذه المعركة الخطيرة ورفع تحديتها والقدرة على المواجهة العازمة لكافة تشكالها العسكرية والنفسية بذلك وبذلك فقط تكونون في مستوى ثقة شعبنا وفي مستوى متطلبات الحفاظ على وديعة شهداء المقاومات الشعبية وشهداء ثورتنا التحريرية المظفرة وشهداء الواجب الوطني الذين سقطوا في ميدان الشرف لتبقى الجزائر في ذل قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني واقفة شامخة بين الأمم إلى أباد الدار